ترأى سامين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاوان سعيد ضم كل من مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد باخبيرة ومدير عام مديرية دار سعد عبود ناجي ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الخارجية فتح السقاف وممثل اللجان المجتمعية لمنطقة بئر فضل ونقش لقاء عدد من المواضيع والاشكالات المتعلقة باستكمال أعمال مشاريع المياه الصرف الصحي وخرج بعدد من الإجراءات اللازمة بشأن خزان البرجي بمنطقة بئر ناصر والأنفاق على أن تقوم مؤسسة المياه بتوفير المواد وعلى مؤسسة البناء للتنمية القيام بأعمال الربط للخزان بالإضافة إلى سرعة استكمال الربط لخزان مياه دار سعد والحد من الربط العشوائي كما نقش لقاء اشكالية الصرف الصحي بمنطقة بئر فضل ووجه أمين عام المجلس المحلي معاون بأهمية الإسراع في تنفيذ أعمال الربط لخزانات المياه الجاهزة والاستفادة منها ووقف الربط العشوائي من الخط الإضافي لمشروع مياه دار سعد وحث على أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين مؤسسة المياه والشركة المنفذة لشبكة الصرف الصحي في منطقة بئر فضل نظرا لما يمثل المشروع من أهمية خدمية وفي الحفاظ على البيئة وحماية عدن من كارثة طبيعية والذي سيعالج إشكالية تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية في حقل بئر فضل اشتركوا في القناة